أكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا A-L-L سرطان الدم اللينفاوي الحاد A-L-L هو مرض سرطاني يحدث بسبب تكاثر غير طبيعي للخلايا الأرومية اللينفاوية في نخاع العظم وتأتي كلمة حاد في سرطان الدم اللينفاوي الحاد من حقيقة أن المرض يتطور بسرعة ويخلق خلايا دم غير ناضجة وتشير كلمة اللينفاوي في سرطان الدم اللينفاوي الحاد إلى خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا اللينفاوية يحدث سرطان الدم اللينفاوي الحاد عندما تتطور خلايا نخاع العظم في الحمض النووي فتحدث طفرة جينية به ويبدأ عادة في الخلايا اللينفاوية B أو T وهي خلايا دم بيضاء غير ناضجة يتطور هذا السرطان بسرعة كبيرة وعادة ما يكون مميتا في غضون أسابيع أو شهور إذا ترك دون علاج لذلك يتطلب علاجا فوريا يمكن أن ينتشر أيضا إلى العقد اللينفاوية الكبد الطحال والآن لنتعرف سويا على عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بهذا السرطان علاج سرطان سابق قد يكون لدى الأطفال والبالغين الذين خضعوا لأنواع معينة من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لأنواع أخرى من السرطان خطر متزايد من الإصابة بسرطان الدم اللينفاوي الحاد التعرض للإشعاع يتعرض الأشخاص المعرضون لمستويات عالية جدا من الإشعاع مثل الناجين من حادث مفاعل نووي لخطر الإصابة بسرطان الدم اللينفاوي الحاد الاضطرابات الوراثية ترتبط بعض الاضطرابات الوراثية مثل متلازمة دون بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم اللينفاوي الحاد وجود أخ أو أخت مصاب بسرطان الدم الأشخاص الذين لديهم شقيق يعاني من سرطان الدم اللينفاوي الحاد لديهم خطر متزايد من الإصابة بهذا النوع من السرطان أيضاً من عوامل خطر الإصابة التعرض للسموم مثل البنزين